حاجة مهمة جدا 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 اتعامل بنفسي صافية اتعامل مع كل ما حد عيجي يكلمك كل ما زوجك عيجي يكلمك كل ما زوجتك عيجي يكلمك اتعامل كصفحة بيضة هتحصل ده ازاي لما انت هو بيكلمك تتبسم ابتسامة خفيفة عشان يطمئن ويفتح الكلام وحاجة تانية لا تحكم عليه وما تأنبهوش لان من اسوأ الاشياء اللي ممكن تخلي شرك حياتك يمتنع عن الكلام معاك ومشاركتك تفاصيل حياته ومشاعره واوجاعه وانك تحكم عليه ليه طيب لما تحكم عليه لما بتسمعه هيحصله ايه هيحصله يحس ان انت للأسف كل همك ان انت حتى لو جرحته اهم حاجة تبقى انت منتصر وزيك رسول الله كان لا يتكلم كان لا يكلمه احد الا متبسما لو كان الموضوع وعلى فكرة ابتسامة فيه ابتسامة اسمها ابتسامة طمئنة لما يكون جاي ومجوع وفيه ابتسامة ولا همك لكن ابتسامة الطمئنة ابتسامة بتحسسه ان انت ان شاء الله يبقى فيه خير فيه خير فمثلا تقول له انت كده دايما لما حد بقى عايز يقن بواحد ويقول له الكلام بقى انت كده يعني دايما بتحب اللي يضحك عليك تخير لي زوج جاي ومراته قالت له الكلام ده او زوج قال لمراته انت هتفضل لطول عمرك كده ما بتفهميش الناس يا الله كده انتهت القضية والاسوأ انك تقول له مثلا انا مش قلتلك وانت ما سمعتش كلامي انا مش قلتلك وانت ما سمعتش كلامي وده اللي بنقول عليه في اللغة العامية بتاعتنا التقطيم لو حد هيتكلم مع زوجته وما فيش طمأنة وما فيش امان من التقطيم ايه اللي هيحصل ما فيش زوجة هيكلم زوجته ما فيش زوجة ولا زوجة هيحب يبان في نظر التاني قليل ولا ما بيفهمش او سازي والمشكلة هنا ان الشرك الحياة هيحس انه ما كانش بيسمعه لكن كان عايز يثبت له انه صح حتى لو كان الكلام ده على حساب جرحه وعلى حساب دمه وحكمك عليه هيبقى بالنسبة له هو الهدف الاسمى ليك مش انك انت تخفف من عليه وحيخاف يحكي لك ان اي حاجة بعد كده وممكن كمان يقرر انه ما يحكيش حاجة ليك مرة تانية وده بيعمل جفوة وفجوة ما بين الزوجين وبيزود احتمالات اللجوء للاحتواء البديل للطرف التالت اللي برا اللي هو خارج الاسرة اقم ستة ما تفردش قراءك وحلولك لان معظم الوقت بيكون الشخص عارف الحل المشكلة على فكرة واجاي بيكلمك لكنه بيحكي عشان يخف عن شدته فالحكي في ذاته جزء من العلاج جزء من الحل لانه بيخلي الشخص يفرغ مشاعره المكتومة اللي مزودة همه فزهنه يصفى لما يلاقي الدعم والتعاطف فيقدر يحل المشكلة بيدوق ويلاقي بعض الازواج في بعض الاحيين بقى لما تقع في المشكلة بتقول هاخد رأي جوزي واشوف هيحل ازاي الموضوع ده وبعض الازواج كمان ممكن يشوروهم في البيت ولذلك كان اول شخص بيلجأ لي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي في الغار ستين خديجة ورجع وحكى لها اللي حصل معاه فاشارت عليه انه يذهب لورقة بن نوفل وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا اليها وجعل بينكم وادة ورحمة ليه بقى لان دوة هو الطبيعي في الازواج المتزينين فالزوج والزوجة ربنا سبحانه وتعالى خلقهم عشان يكونوا الاقرب لبعض ويوفروا لبعض السكن والامان والمودة والرحمة فافضل صديقها يسمعك هي زوجتك وافضل صديق هيطبطب عليك وياخد بخطرك ويساعدك ويسمعك هو زوجك فحافظوا على الصداقة دايما وافتكروا دايما ان بينكم سر ربنا سبحانه وتعالى اللي وضعه محدش من حقه يطلع عليه ولان حد يعير حد بشيء حكهوله وهو واثق انه اقرب بأيديه من نفسه يا جماعة مهرة الانصاط الزواج الرشيد دي والتعاطف ده هي دي تأساس بناء السقة ما بين الزوجين هي دي الجسر اللي بيمدون ما بينهما بين بعض عشان يلاقوا بعض دايما ومحدش فيهم يغرق في مشاعره السلبية ويفضل كل واحد فيهم طوق نجال التاني في اي لحظة مش بس في اوقات الشدة بالعكس لما بيتواصلوا مع بعض وينسطوا بعض الانصاط رشيد وخاصة مش بس في الازمات في الافراح ممكن الفرحة تتضاعف الى مالة نهاية وتبقى الزكريات الحسنة والأوقات السعادة اللي بنحكيها مع بعض هي الحلم اللي احنا بنعيشه مع بعض وتبقى هي دي السكينة وهي دي الجمال وهي دي الروعة ما تحرموش نفسكم ان انتو تعيشوا في جنة الحياة الزوجية وفي نعمة ربنا لما تتواصلوا مع بعض ولما ينصت الزوج لزوجته انصاط رشيد فإن اللي يحصل فيستثمونه مع بعض الفرحة والفرحة مش تبقى فرحتين الفرحة تبقى مل السمع والبصر ومش بس تبقى ذكرى تبقى حياة جديدة بيعيشوها مع بعض ويا سلام لما حصل كده الانصاط الرشيد ما بين الزوجين لما يحصل مشكلة المشاكل كلها بتزول لان بيبقى الانسان عايش مع زوجه في امان وابدا ما بيحسش انه معدد من اي عزول بيحس انه هو معزول عن كل خوف لما بيلاقي حد يسمعه وبيحس انه هو دايما عنده كهف امان ممكن يدخله وهنا بنحس بنعمة ربنا اللي موجودة في قوله تعالى لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة يا رب جعلنا من اهل الانصاط الزواجي الرشيد جعلنا من اهل الرشد جعلنا من اهل هذه النعمة وجعلنا دايما نكون سبب من اسباب سعادة ازواجنا بهذه المهارة اللي احنا لوصلنا بيها هتفتح لنا ابواب سعادة كبيرة يا رب جعلنا من السعداء وجعلنا ممن يكونوا عونا ومددا لأهلهم عشان يدخلوا معهم باب سعادة رب العالمين اللي امد بيها بيوتنا يا رب العالمين